يعني أولا من كتب الدستور هو شخص غير عراقي وهو شخص أمريكي يهودي شاب صغير في السن طلب منه بريمر أن يكتب دستور وأعطاه ملايين الدولارات على هذا الكتاب وترجمة عراقي أمريكي لم يكن يعيش في العراق منذ صغر سنة موجود في الخارج وترجمة ترجمة سيئة بحيث هناك ملاحظات على اللغة العربية للدستور واللغة القانونية هاي اثنيا ثلاثة أراد بريمر أن يطرح الدستور ويعتبر الدستور الدائم للدولة لولا المرجعية في تلك الفترة قالت لن نقبل بدستور لا يكتبه العراقيون وكان هناك مأزق بالنسبة لبريمر ولهذا لجأ إلى حيلة بأن قال أشكل لجنة لكتابة الدستور خلال اسبوعين ثلاثة دستور كل دساتير العالم ألمانيا اليابان حتى العراق في العهد الملكي استغرق كتابة الدستور سنتين لكتابة دستور جديد بس الدستور العراقي كتبه في ثلاثة سابعة وأربعة ومرر ثلاثة اللجنة التي أشربت على كتابة الدستور لم تكن تمتلك الحق في التغيير وإنما أضافت قشور وكلمات طائفية وعنصرية وما شابه ذلك لترضي أطرافها أما البنود الأساسية لم يكن هناك لهم الحق بالتلاعب أو لم يكنوا مهتمين بها أربعة من أعضاء لجنة كتابة الدستور لأن عارضوا المواد التي قدمت إنهم اختلوا بعد سبوع في بغداد وقتلوا وأرعبوا الباقين من الذين كانوا يعارضون هادي كتابة